درسنا اليوم عن اللام الشمسية واللام القمرية اللام الشمسية تكتب اللام الشمسية ولا تنطق مثل الشمس، السماء، الدب، الذئب فهي لام مكتوبة وغير منطوقة مما جعل الكثيرين يظنون بأن لا وجود لهذه اللام حتى في الكتابة فهم لا ينطقونها وقد اعتادوا أن يكتبوا المنطوق فيكتبوا ألفا ثم شين مباشرة وفي كلمة السماء يكتب ألفا ثم سين مباشرة وهذا خطأ شائع الحروف التي تكون المعها الشمسية هي التاء، الثاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الضاء، النون وأظن أن لا حاجة لنا بحفظ هذه الحروف لنعرف هل هي المعها الشمسية أم قمرية يكفينا أن ننطق الكلمة فنعرف فمثلا إذا قلنا حرف الراء فنحن لم ننطق لاما فهي هنا شمسية لو قلنا مثلا الرمان الرياضة نحن لم ننطق لاما فهي هنا شمسية وهي مع حرف الراء شمسية لو قلنا الضوء شمسية الصداقة شمسية أيضا ميزة أخرى أو دليل آخر على أن أل هنا شمسية هو أن الحرف الذي يكون بعد أل الشمسية دائما يكون مشددا السماء، الشمس، الدب، الذب الحرف الذي بعد أل الشمسية دائما مشددا ننتقل الآن إلى اللام القمرية اللام القمرية تكتب وتنطق مثل القمر، الباب، الحب الحروف التي تكون أل معها قمرية هي الألف، الباء، الجيم، الحاء، الخاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، الها، الواو، الياء وكما قلت قبل قليل لا حاجة بناء إلى حفظ هذه الحروف وإنما يكفي أن ننطق الكلمة الباب العين الغيوم الكتاب الهر الوقت اليد فجميعها نطقنا فيها أل وكتبناها فهي قمرية الآن إذا التبس عليكم أو إذا نسي الطالب فرضا كلمة الرياح هل أل هنا شمسية أم قمرية فكيف يميز أو كيف يتوصل إلى الصواب هل التي تكتب ولا تنطق هي شمسية أم قمرية يمكننا الاستعانة بكلمة الشمس والقمر الشمس كتبنا ألفها ولم ننطقها فهي أل شمسية من كلمة الشمس والقمر كتبت ونطقت وهي القمرية يمكننا أن نربط أل شمسية والقمرية بكلمتين الشمس والقمر ملاحظة يشيع الخطأ في نطقة أل شمسية مع حرف الجيم يعني إذا دخلت أل على كلمة الحرف الأول فيها جيم نطقوها شمسية وهو خطأ شائع فيقولون مثلا الجامعة الجمعة الجاحض الجبال وهذا خطأ والصواب أن أل مع حرف الجيم قمرية فنقول الجامعة الجمعة الجاحض الجبال أتمنى أن يكون هذا واضحا أل Play It ليس توق이시公UA كما أن أ أدت Antip prochaine فلاحنا كما أنسى كما أنسى